موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله سبحانه وتعالى على كل حال نشكره سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وأن يعيننا على شكره وأن يعيننا على حسن عبادته فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وكل على من منهاجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتيك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أيها الإخوة الفضلاء بارك الله فيكم تكلمنا معكم في الحلقة الماضية عن الفرق بين قول الله عز وجل الحمد لله واستعمال الجملة الإسمية على وجه التحديد ولم يقل نحمد الله أو احمد الله أو حمدت الله وعرفنا السبب في الحلقة السابقة وتوقفنا معكم عند سؤال آخر وهو لماذا هنا الجملة الإسمية ولم تكن هناك الجملة الفعلية؟ ما الفرق بين الإسم والفعل؟ وذكرنا لكم ما الفرق بين عندما نقول شخص يبصر وشخص مبصر؟ ما الفرق عندما نقول شخص حافظ وشخص يحفظ؟ لماذا قال الله عز وجل الحمد لله بالجملة الإسمية ولم يقل أحمد الله أو نحمد الله أو احمد الله بالجملة الفعلية؟ وذكرنا لكم أيضاً لماذا قال الله عز وجل على لسان الملائكة عندما دخلوا على سيدنا إبراهيم قالوا سلاماً بالنصب ثم قال إبراهيم قالوا سلاماً ثم قال سلام وهذا يرتبط بهذا نلاحظ أيها الإخوة الأفاضي الجملة الإسمية تختلف عن الجملة الفعلية تماماً الجملة الإسمية أو الاسم بصورته العامة يدل على الثبوت واللزوم والدوام في حين أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث والتوقيت فلو قال الله عز وجل احمد الله أو نحمد الله كان الحمد متجدداً وحادثاً وقد يكون في وقت وقد يكون ليس في وقت آخر بمعنى أن الحمد إذا استخدمت الجملة الفعلية أو استخدم الفعل الحمد ليس على وجه الدوام وليس على وجه الثبوت وليس على وجه الاستمرار لكن عندما قال الحمد لله الحمد في كل وقت وفي كل حين على وجه الدوام على وجه الثبوت على وجه الاستقرار على وجه الاستمرار لا يحده زمن معين لا يحده وقت معين ليس حمد دون وقت آخر لهذا كانت الجملة الإسمية أقوى وأدل معناً وأقوى دلالةً من الجملة الفعلية سيقول أحدكم أنت قلت في قول الله عز وجل قالوا سلاماً قال سلام هل هناك ارتباط بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية والجملة الإسمية في هذا السياق؟ نعم نعم عندما قالت الملائكة قالوا سلاماً بالنصب نحن دائماً نقرأ القرآن ألم تستوقفك هذه الكلمات وهذه الدلالات وهذه الحركات العربية قالوا سلاماً قال سلام ما وجل نصب في قالوا سلاماً أي قالوا نسلم سلاماً فهذه جملة فعلية في حين أن سلام إبراهيم قال سلام بالرفع يعني التقدير قال سلام عليكم قال سلام عليكم بالجملة الإسمية ولهذا قال المفسرون أن سلام إبراهيم أقوى من سلام الملائكة لأن سلام الملائكة جاء بالجملة الفعلية فكان سلام ليس على وجه الثبوت والدوام والاستبرار ولكن سلام إبراهيم جاء على وجه الدوام والثبوت والاستبرار هذا سؤال أو هذه ملاحظة تجرنا إلى سؤال آخر طيب لماذا قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل حمداً لله ألم تسألوا هذا السؤال عندما تقرؤون سورة الفاتحة وسورة الحمد في كل يوم وفي كل ليلة لماذا قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل حمداً لله الأمر يتعلق أيضاً بذلالة الجملة الإسمية وبذلالة الجملة الفعلية الحمد لله الحمد لله هي جملة إسمية تدل على أن الحمد يكون على وجه الدوام والثبوت والاستبرار دائماً وأبداً في حين أن حمد لله أي احمدوا الله حمداً أو نحمدوا الله حمداً أو حمدتوا الله حمداً فالحمد لله جملة إسمية قوية قوية تدل على الثبوت والدوام والاستبرار في حين حمد لله تدل على الجملة الفعلية التي تدل على التزمين والتقيت والتزية والحدوث والتجدد أي حمد بعد حمد قد يكون وقد لا يكون فلاحظ أن كل كلمة في كلام الله عز وجل وضعت في مكانها المناسب بل أن كل حركة إعرابية في كلام الله عز وجل وضعت في مكانها المناسب أيها الإخوة الفضلاء هناك أمر آخر الآن الحمد لله يعني الحمد لله وحمد لله نحن عرفنا الفرق بين الحمد لله وحمد لله هل هناك ثمة فرق آخر؟ نعم الحمد لله هذه اللي يسمونها للتعريف في حين أن حمد لله نكره ليس فيه تعريف إذن هل هناك في فرق بين الحمد لله وحمد لله؟ نعم الحمد لله معرفة هذه أل التعريف عند علماء النحو ماذا يسمونها أل تدل على معنيين تدل على معنيين في آن معن أل يسميها أهل النحو بأل العهد ايه معنى أل العهد بمعنى أن هذا الحمد المعهود المعروف لله سبحانه وتعالى الحمد الحمد المعروف الحمد المعهود المتعارف بين كل الخلائق بأن الحمد لله سبحانه وتعالى فتسمى هذه أل بأل العهد أو بأل العهدية هذا معنى من معاني أل هناك معنى آخر من معاني أل وهذا المعنى من المعاني التي تدل عليه أل بما يسميه أهل النحو الاستغراق الجنس ايه معنى استغراق الجنس؟ بمعنى أنك عندما تقول الحمد لله أي أنك حمدت الله سبحانه وتعالى الحمد المستقرق الحمد كله ولهذا فيه هناك دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الحمد كله أو اللهم إني حمدت الله الحمد كله فهذه أل تسمى أل الاستقراقية أي أنك تستغرق المحامدة كلها لله سبحانه وتعالى ولا تستثني أي حمد لله سبحانه وتعالى فأل هنا تدل على معنيين المعنى الأول كما قلت لكم اللي هو معنى العهد أي الحمد المعروف المعهود بيننا وهو لله عز وجل والمعنى الآخر التي تدل عليه أل وهي التي تدل على استغراق الجنس أي الحمد الذي يستغرق المحامدة كلها ولا يستثني أي حمد آخر إذن الحمد لله هي أذق من حمد لله الحمد لله شيء وحمد لله شيء آخر الحمد لله أقوى من حمد لله من جميع النواحي هذا أمر أيضا يتعلق بسورة الفاتحة هناك أمر آخر ولا زن في الحمد لله يتعلق أيضا بسورة الفاتحة هناك عند أهل البلاغة أمر أو شيء اسمه إخبار وشيء اسمه إنشاء يعني الحمد لله هل هي جملة خبرية أم جملة إنشائية هناك شيء اسمه إخبار وهناك شيء اسمه إنشاء يعني أنا عندما أقول الحمد لله هل قولي الحمد لله إخبار بأني حمدت الله عز وجل أو إنشاء لحمد الله سبحانه وتعالى هناك أقوال متعددة عند النحويين وبالتحديد هناك قولان القول الأول أن الحمد لله هي جملة إخبارية وليست إنشائية أي أنك تخبر عن الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي لا يستحق الحمد إلا له سبحانه وتعالى أي أنك تخبر بالحمد ولا تنشئه هذا القول الأول القول الثاني أن هذه الجملة إخبارية تضمنت معنى الإنشاء فأنت تخبر تخبر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد وفي الشيء ذاته أنك تنشئ الحمد فهو إخبار تضمن معنى الإنشاء وهذان المعنيان مرادان في آن معا وهذا ما يسميه أهل البلاغة التوسع في المعنى أو الاتساء في المعنى فسبحان الله كل هذه الدلالات كلها مقصودة كلمة واحدة تدل على معنيين على معنيين مختلفين في آن معا جملة واحدة تدل على الخبر والإنشاء في آن معا وهذه خصوصية في كلام الله سبحانه وتعالى وحده أيها الإخوة الأفاضل قد يسأل أحدكم سؤالا لماذا قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل لله الحمد لماذا قال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل لله الحمد لماذا قدم الحمد في سورة الحمد قدم الحمد لله في سورة الأنعام قدم الحمد لله قدم الحمد على لفظ الجلالة في سورة الكهف قدم الحمد على لفظ الجلالة في سورة فاطر قدم الحمد على لفظ الجلالة في سورة سبأ قدم الحمد على لفظ الجلالة في حين أنه قال في سورة الجاثية في آخر آية في سورة الجاثية قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أمر عجيب لماذا في هذه السورة الخمس قدم الحمد على لفظ الجلالة في حين أنه في سورة الجاثية قدم لفظ الجلالة على الحمد هل هناك فرق بين التعبيرين؟ هل هناك فرق بين السياقين؟ لا شك أن هناك فرق وهناك فرق دقيق جدا الحمد لله الله عز وجل في سورة الفاتحة مباشرة قال الحمد لله ولم يتقدم الحمد لله أي كلام آخر الحمد لله ابتدأت الآية بالحمد لماذا ابتدأت الآية بالحمد؟ لأن هذا الأمر لأن الحمد لله لم يكن هناك شيء يستدعي أن تقدم لفظ الجلالة على الحمد لم يكن هناك شك لم يكن هناك تردد لم يكن هناك ريب في أن الحمد لا يكون إلا لله قال الحمد لله في السورة الخمس ومنها سورة الفاتحة قال الحمد لله هو لم ينكر أحد أن الحمد لا يكون إلا لله الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لم يكن هناك شخص يشكك في أن الحمد قد يكون لله وقد يكون لغير الله أبداً ما فيه هناك السياق لا يستدعي أن يقدم لفظ الجلالة على الحمد أبداً هذا الأمر الأول الأمر الثاني لماذا قدم الحمد على لفظ الجلالة؟ قدم الحمد على لفظ الجلالة الحمد قد يكون لله وقد يكون لغير الله طبعاً الحمد كله لله أنت ربما تحمد إنسان على فعله أنت تحمد إنسان على إتقان للعمل أنت تحمد إنسان على تصرفاته طبعاً الحمد يكون لله ويكون طبعاً ما معنى هذا؟ معنى صحيح أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى لكن قد تحمد إنسان على شيء يفعله إذن هناك عندنا سببان لماذا تقدم الحمد على لفظ الجلالة؟ أولاً السياق لا يستدعي أن لفظ الجلالة يتقدم على الحمد والأمر الآخر أن الحمد يمكن يكون لله وهو الأصل ويمكن أن يكون لغير الله لأنك قد تحمد إنساناً على أمر يفعله في حين أن في سورة الجاثية سورة الجاثية سياقاتها ودلالاتها وتركيباتها كلها تقوم على الشك وكلها تقوم على أن هناك شخص يتشكك في أن هناك شخص يتشكك في أن الحمد قد يكون لله وقد يكون لغير الله في أن هناك شخص يشكك في أن الحمد قد يكون لله وقد يكون لغير الله في شخص أن هناك يشكك في أن البعث والنشور في يوم القيامة إلى غير ذلك سنعرف إن شاء الله مزيداً من التفاصيل في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى كونوا معنا بإذن الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والرشدة والهداية وأن يوفيقنا للغوص في هذه المعاني وفي هذه الدلالات إنه سميع قريب وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة